لا أمقر قيارة عمليات كركب الحال وتسليمه خالياً من الشوار والإجراءات المترتبة عليه لحين حسن الدعوة مرة أخرى تتدخل المحكمة الاتحادية في قضية سياسية بحتة قرار قضائي يفقد الحكومة المركزية شرعيتها وإضاع التوافقات التي شكلت على إثرها حكومة محمد السوداني في مهب الرياح أصدرت المحكمة أمراً ولائياً بإيقاف تسليم المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني لحين حسم الدعوة المقامة أمامها لكنها حركت بذلك المياه الراكدة القرار يمس المكون الكردي وسيدفعه عاجلاً غير آجل إلى الانسحاب من العملية السياسية برفقة ممثلي المكون السني الحليف الموثوق منذ سنوات الخطر يحدق بكل ما هو وطني المنشأ يشعر الزعيم الكردي مسعود بارزاني بهذا الخطر الذي يهدد أقليم كردستان قطاع الطرق والغوغائيين يضربون التعايش السلمي في كركوك يقول بارزاني وهو ينتقد ما حدث من صراع دموي أججه من هم خارج المحافظة لتحقيق مزاياً انتخابية الخطر هنا يتسع في قرار قانوني يصفه الخبراء بأنه وضع السوداني في ورطة الإطار التنسيقي الذي لطالما حمى الحكومة ينقلب عليها ولا منع بأن يتخلص منها انتهى شهر العسل الذي جمع أقطاب السلطة وكانت كركوك هي العسل التي أوقفت عجلة التوافق السياسي يدفع حلفاء إيران الذين يجدون استخدام نفوذ القانون بشخصية عربية في كركوك لتحريك دعوا قضائية ويقدمون الدعم والسلاح حفاظاً على ما تحقق من مكاسب ستة أعوام من وجود الفصائل في كركوك الغنية بالنفط كانت كفيلة بصنع ثروة مالية قد تنتهي بعودة الكرد إلى المحافظة يقول الخبراء القانونيون أنه في حال ألغت المحكمة الاتحادية قرار رئيس الوزراء بتسليم المقر المتقدم للحزب الديمقراطي وهو قرار مستوحى من البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان فإنها ستلغي التوافق السياسي والدستوري وتلغي بندى دستورياً وقانوني على أساسه تشكلت الحكومة